السلام عليكم أصدقائي تحياتي للمتابعين من كل مكان طبعا تحياتي إلى كل من يتابعني منذ مدة طويلة وإلى كل المتابعين الجدد أيضا شكرا لدعم الجميع شكرا لمشاركة الفيديوهات شكرا لكل شخص يضغط زر لايك لو لا دعمكم لو لا يعني تشجيعكم المستمر لما تمكنت أبدا من الاستمرار ملاحظة صغيرة للأخوة المتابعين الجدد في هذه القناة أنا شخصيا وحدي أجمع الأخبار وحدي أجمع الأمور اللي تتعلق بالحياة بألمانيا من مصادر موثوقة وحدي أترجم وأحيانا قد أنسى شيء معين صغير قد يعني أخطأ خطأ ملاقي بكتابة شيء ما هذا الأمر طبيعي لأني وحدي أجمع وأصور وأضبط إضاءة وأضبط يعني إنارة فأنت لا تنتبه أنه أنا الآن يعني أستخدم أربعة مصادر للإضاءة هذه أمور يعني تفاصيل ربما لا يعلمها من يتابع الفيديوهات لذلك يحسبوها علي أنه بيوم من الأيام غلطت يعني بكتابة شيء معين أو يعني كان خطأ إثناء المونتاج هذا أمر أعتقد يعني يعيه من يتابعني من بمدة طويلة وبالمناسبة هذا الفيديو رح تسمعون بأمور يعني قد تكون غريبة على مسامعكم لأنه بالمحتوى العربي نحن معتادين على سماع فقط الأشياء الإيجابية عن الحياة يعني بألمانيا أو بأوروبا بصورة عامة من أجل جلب المشاهدات الكثيرة من الدول العربية الناس هناك تنظر إلى ألمانيا كأنما هي جنة ولكن يعني بالحقيقة هناك كثير من الأمور لا تشبه ما يتم نشرة بالمحتوى العربي وبقوية النهاية الفيديو لأن رح أتكلم بشيء مهم اللي هو احتمالية حصول شلل بالحياة العامة بألمانيا وهذا الكلام ليس كلامي بل يعني من مصادر إخبارية موثوقة قد يعني تصل الأمور إلى مرحلة انقطاع الكهرباء والتدفئة وأمور مشابهة وكل ما نقول بهذه القناة هو من مصادر إخبارية موثوقة لا يهمنا سوى الحقيقة ولا يهمنا يعني إثارة الرأي العام أو الجدل أو جلب المشاهدات ما يهم هي إيصال الحقيقة اللي للأسف تعتبر شيء نادر في هذا الزمن أصدقائي أول شيء إصابات ألمانيا لهذا اليوم بكورونا 23428 حالة والوفيات 462 معدل إصابات المئة ألف نسمة في كل سبعة أيام 306 لدينا يعني شيء أهم لكل من أخذ اللقاح ولكل من لديه مناعة ضد كورونا عن طريق يعني أصيبة وشفية يعني بكورونا وحصل على مناعة اليوم معد روبوت كوخ بألمانيا قام بإعداد تقييم للمخاطر الوبائية والنتيجة كانت أنه خطر الإصابة عند الملقحين وعند المتعافين من كورونا هو مرتفع جدا وأكثر بمرتين من سلالة يعني مع سلالة أوميكرون يعني خطر الإصابة متباعف عند الملقحين والمتعافين من كورونا عندما يتعلق الأمر بأوميكرون أصدقائي بالنسبة إلى الأشخاص الغير ملقحين فتم اعتبار خطر الإصابة يعني عالي جدا عند الملقحين والمتعافين فقط عالي ونشر معهد روبوت كوخ تحذيرات أنه يعني سلالة أوميكرون ستنتشر بسرعة شديدة وسوف تسبب الكثير من المرض عالم الأوبئة هاقو تسيب يعني يحذر في ألمانيا من موجة محتملة ستتجاوز كل ما رأيناه وكل ما مررنا به منذ بداية الوباء حتى وقتنا الحالي وشدد إلى التحرك السريع ويعني عمل إغلاق بالبلاد لتقليل الإصابات ولتقليل الضغط على المشافي رح ننتقل الآن إلى موضوع هام لمن لديه سيارة كهربائية أو لمن يفكر بشراء سيارة كهربائية في ألمانيا طبعا كثير من الناس تهتم بهذا الموضوع ويعني تفكر بالتخلص من عقدة دفع النقود لأجل يعني تعبئة البنزين أو الديزل بسبب غلاء أسعار المحروقات ورفع ضرائب الاحتباس الحراري يعني ضرائب الانبعاثات الحرارية خصوصا البنزين الديزل أسعاره مرتفعة وكل مسببات التلوث البيئي يلجأ الكثير من الناس بألمانيا إلى شراء السيارات الكهربائية وسجل عام 2021 يعني حتى شهر أكتوبر يعني الأول عشرة أشهر من 2021 سجلت شراء أكثر من مليون سيارة كهربائية بألمانيا يعني يعتقد أنه العدد الآن ازداد لأنه بعد شهر عشرة ارتفعت أسعار المحروقات بشكل جنوني السيارات الكهربائية غالية الثمن والرخيص منها يعني اللي سعرها يعني عشرين ألف فوق العشرين ألف بشكل بسيط تكون مواصفاتها يعني مزعجة مثلا لا يسير كمية كافية بالشحنة الواحدة والشحنة الواحدة تستغرق الكثير من الوقت مثل ما هو الحال ببعض السيارات الكهربائية مع عدد تسلا اللي سعرها يعني مرتفع جدا جدا من يشتري الكهربائية يعتقد أنه يرتاح ولكن بالحقيقة زعيم المجموعة البرلمانية اليسارية ببادن فوتنبرغ يعني سياسي ألماني كبير قدم طلب وسأل وزارة الاقتصاد الفدرالية والطلب هو يعني كشف الحقيقة السؤال هو الطلب هو هل بألمانيا يوجد الكثير من أماكن شحن السيارات الكهربائية كي يشتري الناس هذه السيارات الكهربائية والجواب من وزارة الاقتصاد كان هو يعني صادم جدا وهو يعني بادن فوتنبرغ التي بها تم عمل الكثير من أجل السيارات الكهربائية بهذه الولاية في نصف البلديات لا يوجد بها أماكن كافية لشحن السيارات يعني بألمانيا لا يوجد أماكن كافية لشحن السيارات الكهربائية يعني تخيل أنك تسكن بشقة ولا تسكن بهاوس اللي يسكن بهاوس شحن سيارته الكهربائية يكون سهل من يسكن بشقة مثلا طابق خامس أو رابع ولا يوجد يعني قرب مكان سكنة مكان لشحن السيارة قد يحتاج لها كابل طولة خمسين متر ويوصل من شباك المنزل إلى الشارع ويشحن السيارته وهذا أمر مستبعد فيعني يلجأ الكثيرين لشحن سياراتهم بأماكن بعيدة عن محل سكنهم فخصوصا بالنسبة للسيارات من الفئة الرخيصة تحتاج شحن طويل وتحتاج وقت طويل يعني تنتظر أثناء الشحن فالأمر قد يصبح يعني مثل الكابوس فبهذه الحالة هل تعتبر السيارة الكهربائية صفقة ناجحة تستحق صرف يعني آلاف اليوروهات عليها الأمر يعني يبقى يمكم وتمنى أنه تكتبونا أراءكم بالتعليقات أصدقائي الآن نجي للموضوع المهم جدا اللي هو تحذير من تعطيل الحياة العامة بألمانيا وقد تصل الأمور إلى يعني خلل بالكهرباء وخلل بالمياه وخلل بالخدمات الأساسية الأمر نشره يعني موقع تي أونلاين الأخباري ومجلس الخبراء التابع لحكومة ألمانية هذا المجلس أنشأته الحكومة الألمانية الجديدة وهو يضم أشخاص أصحاب خبرة وعلماء اقتصاديين ومحللين يعني يقدمون المشورة لأولاف شولتس ولحكومة المستشار أولاف شولتس الآن هذا المجلس مجلس الخبراء يدق ناقوس الخطر الأمر لا يتعلق بمن يعترف بكورونا أو ينكرها أو من يريد اللقاح أو من يريده لا يتعلق بهذا الأمر يقول المجلس أن الشهر الحالي ونهاية شهر نوفمبر شهداء ظاهرة خطيرة جدا لم تشهدها ألمانيا على الأطلاق وهذه الظاهرة هي تغيب عدد كبير من الموظفين عن عملهم بسبب الوباء الكثيرين كانوا مصابين الكثيرين لم يستطيعوا القدوم إلى أماكن العمل وحصل نقص كبير جدا بالموارد البشرية ازدادت الطوابير بالسوبر ماركتات ربما من يتسوق قد يكون انتبه على هذا الأمر ازدادت فترات الانتظار بمراكز خدمة العملاء الهاتفية لما تتصل بشركة نت بمصرف بشيء إلى آخره لما تراجع بمكان معين تجد نافذة واحدة فقط مفتوحة بدلا من أربعة أو ثلاثة نوافذ ما يزيد الطين بله هو ليس فقط القطاع الصحي يعني بالنقص بسبب يعني كورونا ومرض الكثير من الممرضين أو الأطباء بل حتى قطاع الخدمات هناك نقص كبير برجال الأطفاء حسب كلام مجلس الخبراء أصدقائي هذا ليس كلامي هناك نقص كبير برجال الشرطة وموظفي الكهرباء وشركات التدفئة يعني شركات الهايتسونج هناك نقص كبير بالموارد البشرية يعني مثلا من يخرب الهايتسونج بمنزله ويتصل بالشركة اللي تزوده بالخدمة قد ينتظر فترات طويلة أيام أو أسابيع أو حتى أكثر حتى يصل موظف من شركة الهايتسونج حتى السوبر ماركت أصبحت الأدوار بها يعني أطول بشكل جنون لو ننظر للأمر ولو نراجع نفسنا بآخر مرات ذهبنا إلى السوبر ماركت أصدقائي مجلس الخبراء يرجع السبب إلى كورونا ويحذر من اجتياح السلالة الجديدة التي يعني من المفترض أنه حسب كلام الخبراء قد يعني تأتينا هذه السلالة بالموجة القادمة وسوف تصبح المشكلة أكبر من المشكلة الحالية يعني مشكلة تغييب الموظفين بالوقت الحالي يحذرون أنه قد تؤدي الأمور إلى انقطاع بالتيار الكهربائي وقد تؤدي الأمور إلى انقطاع الماء أو مشاكل أخرى ويقول المصدر أن الوضع قد حصل ببريطانيا أثناء اجتياح موجة الدلتا بحيث كانت أرفف السوبر ماركت فارغة وليس السبب يعني فقط هو قلة سائقي الشاحنات بل لعدم موجود أشخاص كافين لملئها كون الموظفين كانوا مرضى بشكل كبير يعني لما بلد يكون بيبليوم 100 ألف إصابة و90 ألف إصابة فكثير من الناس يمرضون الطبيب الممرض موظف السوبر ماركت الشرطي فلم يكن هناك أشخاص كافين لنقل البضاعة من المخزن إلى رف السوبر ماركت رئيس جمعية البنى التحتية الفيدرالية بألمانيا هولغا بيرينس قال لتي أونلاين الإخباري طبعا هذا الرجل هو خبير للشركات التي تؤمن البنى التحتية لألمانيا مثلا شركات الماء كهرباء النت تدفئة مدادات الطعام قال أنه الوضع بألمانيا حارت جدا وللأسف قد فشل السياسين بإيصال الفكرة للناس أو إيجاد حل للمسألة ليس هذا فقط بل برلينة فاسا بتغيبة هي شركة تتكفل بإيصال مياه الشرب إلى العاصمة الألمانية برلين هذه الشركة لديها 4600 موظف ويعني الآن قامت بيجعل ساعات العمل 12 ساعة باليوم بدلا من الحضور اليوم اللي هو كان ثمانية ساعات والسبب نقص الموظفين ومرضهم أصدقائي هذا الأمر ليس مبالغة هذا الأمر هو يعني نقل موقع تي أولاين الإخباري وحتى موقع فلت الإخباري أيضا نقله هو أمر حقيقي يعني لا نتكلم بشيء من عندنا وحذر منه يعني عالم الفيروسات الألماني الشهير من شهارتها كريستيان دوستن الذي كثير من الناس ينتقدوه بسبب قولة الحقيقة حذر من أن كورونا سوف يعني يوقف الحياة بألمانيا وسوف تحصل انقطاعات بالخدمات الأساسية بسببه ومن ناحية أخرى شرطة زاكسن حذرت من يعني شيء مزعد جدا بشهر نوفمبر بأحد المرضات كان هناك ارتفاع بعدد الشرطة المرضى ويعني الشرطة اللي كانوا جاهزين للخدمة كان عددهم قليل لذلك عندما يعني كانت تحصل حالات معينة فقط بحالات الطوارئ يذهبون الشرطة لمعالجة المواقف يعني المظاهرات أعمال الشغب كانت وقت تحدي كبير بنهاية شهر نوفمبر أصدقائي ننتقل الموضوع الآخر بسرعة وباختصار هناك متحول جنسي أحرق نفسه في وسط برلين وفضيحة كبيرة وتم تصويره وانتشرت صوره ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الرابع عشر من سبتمبر سكب شخص متحول جنسي البنزين على نفسه في أليكسندر بلاتس وأحرق نفسه أمام الناس الشخص اسمه إلا نيك باهام وعمره أو عمرها أربعين عام لم يصدم الحادث يعني الحادث الناس الذين كانوا بأليكسندر بلاتس فقط بل الصدمة وصلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي كون الكثيرين صوروا الحادث بها واتفهم جواله ونشروا الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي ويقال أنه حتى الصور انتشرت بين طلاب المدارس يعني الأطفال من المدارس يتبادلون الصور لهذه الحادثة حسب ما نقل موقع بلد الأخباري والشاب اللي اسمه أو الشاب اللي اسمه إلا نيك باياني نشأت أو نشأ في إيران وعمل شبيق للإخبار يبحث حول حياته وكيف انته به المطاف بأن يحرق نفسه في أليكسندر بلاتس ببرلين كان يعيش بإيران واتأ إلى ألمانيا مع موجة اللاجئين في عام 2015 وقال أثناء تقديم طلب اللجوء أنه عندما كان بإيران يقف أمام المرأة ويرى نفسه يعني هو كان يرى امرأة وليس رجل مثل ما يعني يعتبر أهله وأصدقائه وبإيران يتم تسميته مثل الجنس وعقوبته والإعدام وعندما اكتشف أمره واكتشف أنه يمارس الجنس مع الرجال هرب إلى ألمانيا يعني خوفا على حياته حسب ما أكد وأتى إلى ألمانيا وعمل عملية تحويل الجنس لا نعلم يعني أين ومتى وكيف وكم كلفت لم يتم ذكر هذا بالموقع ولاحقا رفض طلب اللجوء من قبل مكتب البانف وتم معاملته كرجل أي اعتقد المحققين أنه كان رجل يدعي المثلية يعني من أجل أن يحصل على اللجوء فانتهى به المطاف أصدقائي بساحة أليكسندر بلاتس أمام الناس يعني جميعهم ملاحظة أصدقائي الكثير من طالب اللجوء خصوصا من الدول الصعبة الصعب قبول طلب اللجوء هيعملون هذا الشيء بأنفسهم سواء كانوا مثليين أم لم يكونوا مثليين والهدف هو الحصول على طلب اللجوء أصدقائي بهذا الخبر وصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله ياربوا تكونوا استفاديتوا تحياتي لكم ربي أحفظكم نلتقي فيديو آخر قريبا مع السلامة